يقول ذكرت واشتهدت جدا في السنوية واكرمني لها بمجموع كبير وقد ضغط علي اهلي لادخل كلية غير التي تعبت من اجلها فاتذكر ذلك واحزن كثيرا لماذا فعلوا به ذلك لماذا واحزن كثيرا لكن اذا سألني احدهم اخبرهم بالرضى فهل هذا يكون عدم رضى يعني كان عليك ان تقول انا 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 اريد جامعة كذا اريد هذه الكلية لان انت لن تصمر حتى عملا في العمل والنتاج العملي الا فيما تحب لابد ان تكون تحب بذلك عمتا هل هذا يكون عدم رضى ان شاء الله يكون رضى ما فيها شيء وانت يعني اعلم ان ما اختاره الله لك هو الخير الكبير نعم لنرضى بالله ربه هل اذا عدتوا هل اذا اعدتوا دخول السنوية سنوية منازل يعني امن الرزق منها بما كنت احلم يعد ايضا عدم رضى لا لا يعد عدم رضى انت عليك ان تحصل ما تريد ولك هدف قاتل من اجل ان تصل اليه قاتل من اجل ان تصل اليه ليس فيها تمت شيء ماذا افعل لك هي استريحة واطميني داخلي يبقى عليك اعادة السنوية العمل وعليك المذاكرة وعليك الشدة على نفسك لتصل للجمعة التي تريد تريد ترتاح افعل ذلك اعيدها ولو كما تقول منازل اعيدها واجتهج اجتهدا عظيما حتى تصل الى ما تصبوا اليه انما العلم بالتعلم وانا العلم بالتحلم وايضا يعني الامر ليس اماني من طلب العولة سهر الليالي